اهلا بكم مشاهدنا الكرام مرة اخرى اتهم المتحدث باسم قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتدمير مصفات الخرطوم للبترول في السودان في حين قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ان الحرب في السودان لا تزال في بدايتها وقال متحدث باسم قوات الدعم السريع ان سلاح الجيش السوداني هو الذي دمر بالكامل مصفات الخرطوم للبترول اكبر مصفات للبترول في السودان بعد قصفها بالبراميل المتفجرة واصفا ذلك بالعمل الارهابي على حد تعبيره ودع البيان الرأي العام المحلي والعالمي لتصنيف من سماها ميليشيات البرهان وفلول المؤتمر الوطني وجماعة الاخوان الارهابية وفق تعبير البيان ايضا من ناحية اخرى تصدر خلال الايام الماضية خبر مقتل الملازم في الجيش السوداني سابقا محمد صديق منصات التواصل السودانية والذي لقبوه بايقونة الثورة للنقاش حول هذه الموضوع اكثر وسيدنا نرحب بضيفي بداية الاستاذ صفي الدين عليش عدو تنسيقية طيار الثورة السودانية القومية استاذ صفي بداية اهلا وسهلا بك واسهلا بك السلام عليكم ورحمة الله واسهلا بك واسهلا بك والمشاهدين اهلا بك والسلسطة في اذا الجيش البرهان يتهم الجيش او ما سماها بميليشيا البرهان ميليشيا الاخوان وايضا ما سماها الجماعة الارهابية وفلول النظام اتهمهم بانهم من قصفوا ببراميل المتفجرة اكبر مصفال البترول في السودان وهذا يعني يعرض الاقتصاد السوداني الى كارثة حقيقية برأيك كيف تصف لنا الاوضاع الان هذا ما دمجن عليه الميليشيا المتمردة في فعل حديث صحفية وتقارير اعلامية لتضليل الرأي العام عن الموقف الذي يحدث فعليا على الارض الجيش السوداني قام بقفف فقط مخازن او مستودعات للوقود الجاهز الذي كانت استخدمه الميليشيا ولم يصب جثما من السرعة في حد ذاته بأي اضرار حتى الان ما تمعناه من تقارير استخباراتية نشرها بعض الدباط بان الميليشيا تم قطف اتصالات لها في هذه التسجيلات اتضح تماما بان الاوامر لهم تدمير كامل المصر اذا استحم الجيش عليهم هذا المكان هذا ما جعل الجيش يتحفظ فيه هجومه الاخير بقطف فقط المستودعات بالتأخذين للبنزين والجاذرين حتى لا تتخوم الميليشيا باستخدامه يعني اذا الان هذه المصفاة ليست مدمرة الان بشكل كامل لا جسم المصفاة سليم ما تم تدميه هو عبارة عن مستودعات ملحقة بالمصفاة طيب هذه الحالة من الابروفجندة التي يقوم بها ميليشيا الدعم السريع والتي يدعو الى الشعب السوداني والرأي العام السوداني والمجتمع الدولي للتدخل من اجل انقاذ السودان مما سماها الميليشيا الارهابية ميليشيا البروان برأيك هل سيكون لها تأثير على الاقل داخليا لا اعتقد فالرأي العام الداخلي في الغالب هو على دراية بما يحصل فالجيش والشعب الان وكثير من ابناء الشعب السوداني انضبوا لصفوف المقاومة الشهرية والمقاومة المسلحة ولذلك فهم على دراية بما يحصل وبما يحدث ومعظم ابناء الشعب السوداني وكثير من السوار الذين كانوا في الثورة السودانية الان هم على هبة الاستعداد للمشاركة مع الجيش وقد اعلن البروان في عزاء احد ضباط التادقين الذي كان قائدا من قوات المقاومة الشعبية الملازم محمد صديق نسأل الله ان يتقبله اعتقد ان البروان في تحلامه في العزاء كان واضح بخطبة العزاء بان الان يتم تسليح كل من يريد حمل السلاح من ابناء الوطن ليدافع عن السودان ويدافع عن وقا لما يراه الجيش حسب خططه العسكرية اي ان لن يكون هناك سلاح متفلد خارج عن طوع الجيش وهذا كلام واضح وكرره البروان وكررته قيادات الجيش على عدة مرات ولكن الماليشة ما زالت هي تصر على ان هذه المقاومة الشعبية هي مقاومة تمي بالتيارة الاسلامي القديم وهي مقاومة ارخابية وهي مقاومة يجب ان توأد قبل ان تواجه هذه الماليشة ولذلك الان هم في موقف صعب جدا الآن العمليات العسكرية خصوصا في لحى الطيران خلال الثلاثة أيام الماضية قام بقصر قوي جدا على كل المحاول في العاصمة في ولاية الجزيرة وحتى في تارفو طيب في خدمة